هذه النجمة كلما وقفت على المسرح إلا وأطلت بإشراقة جديدة وإشراقة تلفت الانتباه بالنسبة للحضور وبالنسبة أيضا للجمهور للصحفيين للأعلمين كتبوا كثيرا عن النجمة السورية رويدة عطية أيضا في لك جديد في الحفلات الخامة الصوتية ولا واحد يقدر أن يشكك في الخامة الصوتية الخاصة برويدة عطية فنانة شامخة على مختلف المسارح اللي زارتهم وأيضا مازالت جولاتها إن شاء الله متواصلة علش تطلع لينا مباشرة الليلة من أمريكا طبعا لأنها في جولة فنية 100% رويدة مساء النور ومرحبا بك على موجاتنا الليلة مساء الخير مساء النور لكل الناس اللي عم يسمعونها هلأ عبر إزعادكم كريمة شكرا كتير من جيد لها المقدمة الحلوة إن شاء الله أنا أكون باستحقها أكيد يا رويدة وأنت عملت لي هجوم كبير بالفانس متاعك وكلهم هجموا علي الفانس اللي حبوا نسلموا عليها بتشكرهم من كل قلبي دارت فيني أذكر كل الأسماء مثل أسف يعني ما بدي أذكر حدا وقصهم حدا بس بحبهم كتير بتشكرهم للدعم لكل خطوة بيرافقوني فيها وكل نجاح بتشكرهم من كل قلبي شكرا كتير شكرا لك أنت شكرا سمير المولى طبعا اللي هو الإدارة الأعمال نجمتنا رويدة عطية على تعاون على الأخبار اللي تجيب لي فيها الأخبار لكل سمير شكرا لك يعني أنا في حوار سابق طبعا مع رويدة كنت أكيد نحكي على هذه الإدارة الأعمال الجديدة إدارة أعمال يعني موفقة 100% بالنسبة للرويدة كانها عاملة توجه جديد صحيح أن هنا يشحى رويدة لكن نحسها في الفترة الأخيرة عندها إشعاع ما أكبر إشعاع مهم وهذا يحسب طبعا للإدارة الأعمال ويحسب أيضا لنجمتنا لأنه نجمتنا بطبيعة تمشي بخطوات ثابتة جدا به رويدة باش تبقى معايا باش نسمعك الأرائل كلها ماذا قالوا عن رويدة عطية اسمع وتعطيني التعقيب من عندك متفقين؟ إن شاء الله يسعد مساكر رويدة من سوريا من قلب الشام ومن كل محافظة بالشام وبوصل لك أكبر تحية سوريا فخورة فيك ومنحبك كثير أنت رافع رأسنا بالعالي إن شاء الله دايما يا رب بتبقي بخير وتبقى السعادة مرافقتك والنجاح مرافقك مثل خيالك أنت بتستهلك الخير يا قطيب قلب الدنيك اللياتة منحبك كثير وإن شاء الله يا رب بتبقى أعمالك متصدر المراتب الأولى أنت خلقتي للنجاح تبقي هيك على طول يا رب اشتقنا لك كثير وناطرينك لنشوفك عنا بسوريا أنا بالنسبة لألي أنا فخور فيك بفتخر أني من فانزك برفع رأسي بالعالي لما بتخصينا بشي أنت إنسان رائعة جدا أنت أطيب قلب بشوفه بحياتي والله لا يحرمنا منيك ولا ما نضحكتك يا أغلى إنساني بالدنيا كلياتة بحبك كثير 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 غياس من الشام نحن بنرفع رأسنا فيها كنجمة سورية وكنجمة عربية وإن شاء الله للعالمية يا رب والله يوفقه والله يوفقك ستاز مجيد وسهر أحبه موفقه يا رب خليني ما أقول فناني خليني أقول نجمة بتلبق لها كلمة نجمة أكتر لأنها هي نجمة خليني بلش بالشقة الإنسانية روايدة أعطيه أخلاق روايدة أعطيه حضور طلة فن إداء فناني شاملة فناني محترفة صوت عظيم أغاني كثير كثير جميلة أنا بعتبرها فناني شاملة روايدة أعطيه بتمنى لها توفيق لمسيرة الفنية بتمنى لها النجاح الدائم بتمنى للمراتب العليا مشالي أزبك تحية حب معطرة بالورد لزميلي وحبيب الأستاذ مجيد حداد وللكادر الموجود معه وشكرا شكرا لك أستاذ مجيد على ما تبذله من جهد من أجل إسعاد المستمعين أما نجمتنا الكبيرة ست روايدة فأعجز عن التعبير تجاهها فنانة أثبتت وبكل جدارة بأنها نجمة في سماء الفن وخاصة وأنها تمتلك صوت دافي قوي يجعلها تتميز بأجمل أطلال على الساحة الفنية دعواتي لها بالتوفيق والنجاح الدائم في أعمالها أنا مهد العسلي من العراق سهرة سعيدة أنا أول شي شهدتي مجروحة برويدة لأنه أنا شخصيا بحب لها صوتها بحب لها الكاركتر تبعها كله يعني هي شخص مهدوم شخص قريب للقلب خليني أحكي عن الشئ الفني روايدة هي مطربة منا مغنية يعني فيه ناس بتغني وفيه ناس بتطرب روايدة مطربة بتلبق لها معظم اللهجات كتير قصص بتلبق لها بصوتها متواع صوتها نحنا اشتغلنا بأكتر من فرصة مع بعض خلي أتخبركم روايدة شو كان عتب علي أول ما أخذت لها تيك صوت بالستوديو رح تخبركم شي مهدوم كتير وأنا بوجه لها تحيي من خلالكم وإن شاء الله يا رب الله يوفى مساء الخير للاعلامة مجيد حبيب قلبي بحب لك عن روايدة عطية روايدة عطية من المطربات اللي عملت بصمة بعالم الفان وأنا من ناحيتي بحب لها أغنية كتير وكنت متبعة من قبل سوبرستار في سوريا مع المايسترو هاري بأدونيس وبجالها تحية بإلا إن شاء الله إلا الأمام ولا التقدم والنجاح نوزع الموسيقى من لبنان والعيان طبعا الفنان روايدة عطية أقل ما يقال عنه أنه مطربي بكل معنى الكلمة مطربي من الزمان القديم صوت قوي جدا ومع القوبي بيملك أحساس رائع وخادر أنه يطرب المستمع مباشرة ويدخل القلب وأنا متابعين حتى من قبل السوبرستار مع الأذاني الترابية اللي كانت تقولها دائما نسمع منه شي طربي نرى التوفيق إن شاء الله يا رب الأعمال القادمة شكرا لك أنا بالنسبة للفنانة روايدة عطية من الفنانات الجديدات المميزات اللي انطلقت على الشاشة بشكل قوي وأثبتت وجود وحضوره ما شاء الله عليها يعني صوت وإداء ومظهر كمان راقي ومن كل الجهات يعني نحن نتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرار والله يوفقها إن شاء الله مشكورين جدا طبعا بعض الموزعين بعض الملحنين بعض أيضا الأعلميين مجموعة أيضا والفانس فما واحد من الفانس أيضا من الشام هذا جزء فقط يعني لو بنواصل الأزاء البقية كل والتسجيلات والكل اللي سجلناها اليوم على خاطرك أنت وعلى المحبة الكبيرة اللي يحبه هالك شنو رايك وشنو تعليقك روايدة صراحة لما بيكون الكلام هل قد حلو يعني أنا بصير ضيع ما بعرف تعبر يعني بحس أنه أنا شو ما حكيت هو كتير أقل من الكلام اللي هني عم يقولوه بحقي بتشكره من كل قلبي شرف كتير كبير لكل شخص حكاني إن كان صغير وإن كان كبير شو ما إن كان سواء كان فانس أو سواء كان شخص اشتغلت معه أو ممكن يصير فيه عمل أناوية ما بعرف بدي أقول لهم شكرا كتير للمحبة وإن شاء الله دائما أنا بظلني عند حسن ظنهم ببخيب ظنهم أبدا وبحافظ على الخط الفني اللي أنا ماشي فيه لحتى كون أنا قدوة كمان لجيل الجديد عم يطلع من بعضنا شكرا كتير شكرا كتير شكرا كالك كمان لجيل لأنه تتابت معي لكل العاملين بالإزاعة الكريمة لأنه تعبتوا لحتى تعملوا هذا الشي شكرا كتير الله يخليك تستهل أكثر من هيك بطبيعها يا روايدة فنرجع سواء الأقلام سالت مؤخرا عن الجولة الأمريكية لروايدة عطية يعني الناس لكل تحكي في الفترة هذه وأنا نتابعها في الأخبار ونتابعها في الكواليس أول بأول أيضا أعلميا أن الزملائي لكل مشكورين يعني على المختلف الأخبار اللي تكتبوها بحق روايدة عطية هالنجاحات وهالسلسلة يعني من منطقة إلى منطقة من ولاية إلى ولاية وروايدة عطية بطلة حلوة اطلالة جديدة على أمريكا بلوك جديد بروح جديدة بنفس آخر أنا حسيت كي روايدة المرة هذية الحمد لله رب العالمين أني هالمرة الاختلاف أنه أنا طلعت على أمريكا كان في عندي أكثر من عمل صدر للي بالفترة المؤخرة إضافة أنه كان لسه أبو سمرة أنا عم بحصد نجاحها الأونية فاليوم لما طلعت على أمريكا الناس حافظين الأغانية الجديدة شايفين كافة اللقاءات اللي أنا طلعتها مؤخرا وينما أجتمع مع أي شخص يقول لي شفتك بهذا البرنامج أو اسمعتك بهذا الإزاعة أو اسمعنا هالأونية فكان مختلف عن مرات اللي قبل أنا طلعت على أمريكا النجاح هون بيرجع كمان للناس اللي تيجي بتسهر وبتحضرها وبتكون جاي يعني أنت نحن جاي من آخر الدنيا لعندهم وهني أول الناس بتلاقيهم عم يستقبلوك أول الناس اللي بيحتضنوك بتحس نفسك لساتك بالعالم العربي ضمن ناس من كافة الجنسيات ولكن كلاياتنا أخوة عرب يعني هون بأمريكا بتحس أنه إذا عم نتفرق بالعالم العربي هون عم نقدر نجتمع ولو أنه كنا قاعدين عم نشرب قهوة الصبح ما في حكي السياسة ما في حكي بيجرحة تناني في محبة وفي ذكريات حلوة عن الوطن جايبين من الوطن لهون زميل ولما أحلوة معلمة هذه طبعا تأتينا عديد المساجات شيرين أحمد في انتظار نجمتنا الليلة وأنا في الاستماع عليكم نورة السهرة وموفقين يا رب فما أيضا هيتم شان هيتم هيك تقريبا شكرا للاستضافة النجمة روايضة عطية وبحب بركلها بنجاح حفلاتها بأمريكا والله يوفقها يا رب شكرا عمر سليمان من فلسطين تحياتي ليك يا قمر شكرا لك شكرا يعطيكم الصحة سامو أيضا من سوريا أحلى صوت لرويضة عطية شكرا سعدة رياض تحياتي ليك تجور يعني تجور يعني دائما روايضة عطية أنيقة شكرا يا سعدة كالشاعر الغنائي أحمد البن بتوفيق دائما وسهرتنا الليلة متميزة تحياتي لكم من مصر إلى النجمة العربية روايضة عطية شكرا يا أحمد النجم آسر تحياتي ليك أنت أيضا مطرب منورة منورة روايضة أوس إن شاء الله ننطق الإسم صحيح أوس من العراق ضيفتنا مبجلة وعزيزة شكرا غياث شكرا يا غياث والله هلكتني بالمساجات شكرا لك يا أخويا يعطيك ألف صحة يا أخويا ناطرينها وأحنا نحبوها برشا 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 منظر أيضا من سوريا حلم أني نعمل ديو أنا وروايضة عطية وهذا الصوت ولا في أحلى منه وإن شاء الله اللقاء متميز لك شكرا يا منظر نعرف أنك أيضا مطرب الملحن أحمد فؤاد تحياتي لكم أنا نحب أنه نجمتنا الغالية نحييها البنت بلدي صديقتي الغالية روايضة عطية النجمة الرائعة والمتألقة وسمحونا بقية المساجات لأنه نحب نربح كل دقيقة وكل ثانية الليلة مع روايدة روايدة حسيت أنه حتى المرة الأخيرة حلوة اللقطة هذه أنا خلنا نقرأها شنو أريك نقرأها على هواه مباشرة نقول قديش عليهم اللايك ما تصدقش أنا نزلت لخبار خاص جدا الشرطة الأمريكية تلقي القبض على روايدة عطية بعد حفلها في ميشينجن بعد أحياءها حفل ضخم أمس في ميشينجن وتحديدا في مسرع السيفيك سانتر والذي نظمه النادي اللبناني الأمريكي لتكريم الشحرورة صباح حصلنا على الصورة خاصة للنجم روايدة عطية يظهر من خلالها أحد عناصر الشرطة وهو يلقي القبض هم حلوة يلقي القبض والنسي كل جاية خير إن شاء الله خير ويعني المساجات أنا نقرأ في المساجات والتعليق يعني اللي من تحت إن شاء الله خير يعني شنو فمه يعني تحديد شنو ساير مع روايدة وكذا العنوان قابل للتأويل بمختلف الأفكار ومختلف الأراء للناس بعد نجاح الحفلة الكبيرة الذي حضره المئات رفض الجمهور مغادرة روايدة طبعا للمسرح وما إن خرجت للكواليس حتى تفاجأت بشرطي بانتظارها فقام بوضع الأصفاد الحديدية في يدها وأعادها مجددا على المسرح وسط هتاف كبير من قبل الجمهور شنوها اللقطة الأحلوة هذه يا روايدة أما حلوة نشوف تصويرها ومطيعة هيك كمطيعة تمد في إيدها يعني حتى نقول لكم الصورة والصوت يعني نفس أنا كنت مسلمة نفسي أنا سلمتي نفسي للبوليس والله جيد والله يعطيه صحة صحة بالفكرة يعطيه ألف صحة صراحة يعني والله صراحة سمير المولى هو صحة بالفكرة جميل وما نستغربهاش من سمير فعلا ما نستغربهاش منك سمير يا أبو الأفكار سمير يعني ما شاء الله عليه يعني بالعمل يعني ما فيني أحكي عنه لأنه بعتقد أنه الشغل اللي عمي قوم فيه إلي كأسم رويض عطية بعتقد أنه واضح وما في دعي أحكي عنه لأنه فيه اجتهاد كتير كبير وفيه تقدم كتير قوي لأسمي سمير وأبتشكره لسمير وصارت بعد الحفلة فقال لي سمير قال لي أنت غنيتي كتير حلو اليوم فلازم تروحي على الحبس فأنا أخذتها مزحي يعني عرفت أنه شو عمي قال لي ليس يروح الحبس فحطوا هذا الكلب شات بإيدي فأنا أوكي خلاص يعني بس الخبر أخذ أخذ ضجة كبيرة يعني يا ناس بدي الناس تاخد الضجة الكبيرة يكون لتكريم الشحرورة لهالحفلة الأكتر من رائع يعني بدي تشكر النادي اللبناني الأمريكي وبالأخص بدي تشكر صديق وأخ اسمه سيد عباس طليس طبعا اللي أنا أول ما وصلت على أمريكا قلت لهم ليش ما نعمل تكريم للشحرورة من قبل الجاليات العربية وبالأخص اللبنانية وكانت الموافقة يعني وبالفعل ساهم كتير وبتشكر وبالفعل وبتشكر كل الأشخاص اللي ساهموا بهذا الحفل لأنه اطلعت أنه الشحرورة بتجمع كل العالم العربي على محبتها صحيح هي ليست حكر بس فقط على أهل لبنان هي كانت لكل العالم العربي لكل حافظ أغنية والجمهور غنى معاك هذا أنا شفت حتى الفيديو نعم الجمهور كان من أول الحفل لآخر الحفل الحمد لله رب العالمين كان عم يغني معي وأنا كنت عم بعطيهن المجال لأنه أغاني صباح هي مثل مفتاح للذاكرة يعني بتصير تتذكر شبابك تتذكر بلدك تتذكر ضيعتك تتذكر مدرستك صباح دائما مرتبطة بهذا الموضوع بالفرح بالسعادة فكنت مبسوطة بس لما أقول أي شيء والناس تكمل معاي كنت بقمة سعاتي وهون بس بدي أعلق على شغلة كتير مهمة اللي هي أنه البعض سألني يا ترى أنت يا رويضة اليوم بعد رحيل الشحرورة رح يكون عندك استغلال لغياب الشحرورة لأنت تكوني مكانة فبس بدي أقول شغلة أنا لو عندي واحد بالمية هذا الشعور أني أنا أعمل أعمل نفسي الشخص البديل كنت على على حياته وهي عايشة وبمباركة منها كنت أخدت الأوكي كنت أخدت الأرشيف كله وكنت بقيت عمغني بتوب صباح بس أنا طلعت من هذا التوب عملت شق خاص فيني لون غنائي خاص فيني مختلف جدا كل الاختلاف عن كل ما قدمته الشحرورة صباح أنا لما بقدم صوتي أو أنا بكرمة هذا دليل أني أنا عمرد جميل هاي المرة بعتبرها تميمة حظ بالنسبة لإلي يعني أنا كنت وين ما كون لما ينذكر اسم السيدة صباح وأنا كون موجودة فيه يجيني حظ غريب يعني هاي هاي المرة رحيلة أثر كتير فيني وأنا ببنسى كلامه لما كانت قللي إرويدا لما أنا بروح بدياك تظل تغني لأنه الناس بتنسى الميت ممكن تتذكريه شهر اثنين ثلاثة بس الحياة بدي تستمر فالناس بتنسى واليوم الساحة الفنية وكمية الأغاني اللي عم تطلع فأنا هذا واجب وعهدا علي أني أنا دايما ضلني يغني الشحرورة بكل محبة والشحرورة هي ملك الجميع كل حدا صوت حلو يعيش لنشحرورة في الدماء أي أنت أبدعت وقت اللي غنيتي لها وبرشة زادة يسألوا فينا هل أنه إن شاء الله روايدة عطية نشوفها في تونس قريبا إن شاء الله بإذن الله أيضا في مهرجان تعالش منشوفوش روايدة عطية في قارتاش الموسم القادم 2016 إن شاء الله نقرأ لك شوية تعاليق هكما سالش ما بين حديثنا وحديثنا شوية تعاليق زادة للناس على الصورة لكن قبل التعليق روايدة هل الروب للسودة هذية للوقت في الحفلة هذية اللي عملتها من تصميم شكون هذية الفستاني اللي أنا قلت لابسته بالحفل هو صراحة من بوتيك ببيروت أنا أخذته من عندهم وأنا قلت للفانز أنا قلت والله أنا بس أخلص الصور رح نزل كل صور الفستاني اللي أنا اللي بسطن مع اسم البوتيك مع اسم الشخص اللي كان مشرف عني والله يا صبايا رح أقول للكل والله هذا هو يسلوا فيه لأنه جاني على المساجات بليز بليز اسألها من وين والله يتابعوني يعني أنا أنا بقالي أنا اليوم عندي حفل وبكرة عندي حفل فأنا بقعدهم أني بكرة إن شاء الله حينزلوا صور الفستاني جميعا كل الحفلات مع اسم المحل لو حيشتروا الفستان أنا حأخذ فستهم المبيع والله حلوة هذه تسلم عليك حنان حداد طب ليش يعني وقت اللي شافت الأسفاد هذو ما غيث زادة أيضا بي البقل لهذا النجاح اللي يحميها رواد الخولي أيضا من سوريا إيه وشو صار فيها وليش هيك يعني تم القبض عليها رايس أبو خضر أيضا من أمريكا يا جماعة هذه راهي كانت نهفة لأن الجمهور أحب روايدة وما بدهم ياها تفل ومن باب النكتة وجميع الحماية هم من الشرطة العرب عملوا هيك ردوها على المسرح إنما الأخ مجيد لعبها صح وحلوة باهي يا أخي شكرا لك ريهام تحياتي ليك محمد كمال أيضا من المطربين تحياتي ليك محمد بالحكس كانت حركة لها معنى كبير جدا وإيجابي جدا ملحم ترتوس أنه هي دائما متميزة وهذه الحركة يعني بينت الجانب الطريف شكرا براء الختيب أيضا من العراق خبر خير ليش هيك ما هو أنت موكم باش نفسرلك شوية روايدة أنا أعطيت العنوان فقط لكن هم يلزمهم يكبسوا تحت العنوان باش يقروا التفاصيل فهمت؟ أنا عملت الصورة وعملت العنوان فقط يعني شنوه هو العنوان؟ أنت لعبت أنت لعبت صح يا مجيد لحبت تقلي الناس كلنا أي ما هو الذكي بينزل يعني قراءة التفاصيل هو الخبر خاص جدا الشرطة الأمريكية تلقي القبض على روايدة عطية بعد حفلها في مشيقين هذا الخبر الرسمي باش يقرأ تفاصيل يلزموا يكبس تحت الصورة حتى يقرأ كامل الخبر فيكلهم مستمر بي ما هو الناس صارت لألك شغلة الناس صارت تأخذ العنوان العريض وما تفوت على الموضوع وهذا اللي صار معنا بالخبر إنه الناس تتصل فينا فأنا قال لهم آه أنا بالحبس وخلص عملت تتو على إيدي غدار يا زمن الله الله استلفت الناس يعني الناس قدوا على جد روايدة أنت بأن أقول لهم يعني معقول أنا قاعدة بالحبس وعندي تليفون وعندي إنترنت يعني شو الواسطة الكبير اللي عندي إياها مثلا وفهمة لكله الأذكية كما جورج مطر هايذي مكيدة مدبرة من مدير الأعمال الناجح سامير المولو إن شاء الله دائما بالنجاح خي سامير شكرا لك محمد إسماعيل أيضا تحياتي لها أحمد الحلاني من إيطاليا السوري أيضا هاي لعبة فنية حلوة لهيب العراقي أكيد منور المسرح كانت لأنك أيضا أنت بساندييغو بأمريكا يحيا عماد والله بتستهل كل خير نجمة وصوتك كاملة مكملة الله بحبها مو بس الجمهور يعني موش بس الجمهور بيحبك هو زادة بيحبك تحية الوي أم آآ 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 تحية ليك وتحية أيضا للناس الكل روايدة عطية أنت حالين حاسك أنك معناها تتنفس نجاحا تتنفس يعني هذا الهواء الجديد لكن فيه نجاحة كبيرة وفيه مسئولية كبيرة على روايدة عطية اللي بإدارة أعمال جيدة بناس محبين يعني حولك الكل ما شاء الله عليهم الناس هذومة كإدارة الأعمال كالملحنين الموزعين غيرهم الناس اللي لاهية بأعمالك الكل بعد النجاحات هذه وين روايدة عطية؟ إن شاء الله أنا هخلص التور هتوجه على بيروت هقعد تقريبا أسبوع هغادر من بعدها على الكروز الخاص بالفنانين معاها متي في الكروز العام هذي إن شاء الله أنا هكون موجودة جميل كمان أكيد رحض للناس مقالب ورحض للناس أنا دايما أنا مشهورة بخفة الدم يعني أنا بحب اللي فيه فرح وفيه ضحك وفيه مقالب تلاقيني أنا أول شخص موجود يعني ببعد على الحزن من قدر الاستطاعة لأنه الناس بدنا تحضرنا بالبرنامج فحلو نحنا نكون وقت الترفيه اللي يطلع الناس من المشاكل اللي نحنا عم نشوفها للأسف في عالمنا العربي كمان أكيد بدي أنا كون عم بشرف على الكليب اللي حيصدر قريما كمان للؤونية الشعبية اللي سبق أنا وذكرت عنها كلمات الشعر فادي مرجان ألحان وتوزيع اللي حسون هذا ثاني تعامل أنا بيكون معهم العمل كتير حلو الناس ميما سمعت العمل صراحة بيقولي هالأغنية رح تكون من الأغاني الأوائل بالعالم العربي بتمنى يا رب تكون هالأغنية بالفعل هيك لأنه موضوع ما نخب موضوع كل الناس بتعيشو إن كان شاب وإن كانت بنت بتمنى يا رب العمل كاوديو وتحبه كفيديو الله تعود سوريا والفراح وضغمر دارنا البسمي والفراح لنجر قصرك وارجع بات الشعب واعد له لي بعد ما دكت القهار وانسى ما دينا لو أرضى من تبر وانسى ما دينا لو أرضى من تبر ايه والله شنو هالصوت اللي حلوها ذي الليلة عرفية الليلة شكرا يا عايشك الليلة طبعا نزمتنا مطربتنا الغالية تشدو مباشرة من أمريكا لكن احنا طماعين طبعا احنا طماعين برشا 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 طماعين الليلة بما انك موجودة معنا حبو نسمع اللايف شنو تقترها لينا رويضا حاجة من عندك بدك قول شي للشحرورة صباح ياريت واحلى الليلة الليلة شو هالليلة غنت نزوة كرام ما تعذر رارارارام ألاقي زية فيني عالي وانتافل عندي والعندي عالي ألاقي زية فيني عالي وانتافل عندي والعندي عالي أكويني عالي نسيني عالي علىيني عالي 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 محظوظ هذا علي الليلة صح علي اليوم كل واحد اسمعه لي حيكون مبسوط يعني طبعا 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 رويضا شنو عامل مع هذا الجمهور الكبير الفانس يعني العدد الكبير اللي ملاحقك وين ما كنتي وملحق أخبارك أول بأول يعني يتمنى أن يعرف رويضا عطيها لحظة بلحظة شنو أتعمل والله هيقلك شغلة أنا بستهدم السوشيل ميديا بهدف العمل أنا ما كتير بحب بكون فاتحة كل شي على السوشيل ميديا في النهاية بحب يكون عندي جزء بسيط هذا اللي هو بإيلي من الخصوصية لأن باقي ما تبقى نحنا صلنا مثل شباك وكل الناس عم تشوفنا من خلاله لذلك أنا يمنزل شي أنا بيخطر عبالي كتبو للناس يا أما بنزل عن حفل يا أما بنزل موضوع هيك يكون له مهضوم الناس تنبسط فيه وأنا جديدة أصلا على سناب شات حتى ما بحب كتير أنه يكون في ضغط صور وضغط إعلام يعني أنه كل شوي بحب غبي شوي وبحب أرجع بس حريصة جدا لما أنا بنزل أي صورة وأي فيديو أني أنا حاول قدر استطاعتي رد على الناس لحتى الناس تنبسط أنه واحد بيكتب لي كومنت فحلو أني أنا كمان بالمقابل أني أنا رد عليه وبعتذر لما بيكون ما عندي الوقت أني قدر رد على العالم بس بحاول قدر الاستطاعة أني يكون قريبة وبالأخص الفانس الخاص فيني يعني أنا اليوم بعتبرون إخواتي بعتبرون هني حبايبي يعني أنا اليوم بيستشيرون يمكن بقول لهم شو رأيكم بإني أنزل كذا شو حبيتوني بأي لهم بالكلاسيكي بالشعبي فناس بتحب الكلاسيكي ناس تحب الطرب ناس تحب فأنا الحمد لله يعني بقول أنه صوتي متواح بقدر غني كل الألوان الغنائية وذكروا في الريبورتاج ذكروا هيثم هيثم زياد ذكروا هيثم زياد صوتك متواح والله هيثم حبيب قلبي وطني كذلك الأمر كمان أنا اجتماعت مع هيثم وكنا يعني من فترة كنت عم بحكي أنه يا لو في شي جديد يقدر أنا اجتمع معه نعمل نقدم شيء مختلف عن اللي قدمنا بالسابق واليوم الناس كلها بتطالبني بسليم عساف سليم عساف شريكي بنجاح شو سهل الحكي الأغنية اللي قدرت يعني تحطني بالصف الأول إضافة أن قدرت تعملي هوية خاصة فيني كنت أنا عم ببحث عن هوية شو سهلة الحكي كانت هيك الناس كمان بتطالبني بسليم سليم جيد فأنا ما بعرف لو قلت له قال لي لازم أنا كون مجنون وأنت تكوني مجنونة لحتى نقدر نعمل عمل وقلت له يلا خلينا نجمع بعض يلا والله سليم لأنه كنت بحذاه يعني كنا في بيروت من شهر وكنت عنده في السوديو وعملنا معها أيضا مقابلة كانت متميزة جدا وأذكر اسمك اللي نحييه سليم نحييه جدا 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 ويستهى ألف تحية أكيد والحمد لله أنا سعيدة لقلك شغلي بالالبوم القادم إن شاء الله أنه أنا متعاملة لأول مرة مع أشخاص كلهم جداد على الساحة الفنية سكوب فكل واحد بيكون عم يقدم لي عمل بيكون هو شايف صوتي من الجهة اللي هو بيحبه فأنا عم بتقدم بصور مختلفة للعالم الحمد لله كلهم شباب جديدة وكلهم عندهم هدف إنه يوصلوا أكتر وأكتر يعني اليوم أنا بتطلع أنا ومحمد حمزة الكاتب وملحن الفيرز دانس هالشاب يعني قد عمره 24-23 سنة يقدر يلحن هيك عمل يقدر يفوت لكل العالم العرب والناس تحبه وأنا كتير بحب الأشخاص الجديدة لأنه لما كنت ببداياتي يعني كنا ندور على حدا يدعمنا فكانوا قل اللي يدعمونا لذلك اليوم أنا لما بشوف ملحن أو شاعر أو حتى فنان عنده صوت حلو يعني بكون كتير بيك سبورت لقاله لحتى هو يطلع ويقدم موهده محلك ليه مكيرو ويدا والله بس حاليا بجديد عمري ستين سنة لا هي تجربتك حلوة هي تجربتك تحكي تحكي عليك تجربتك يا روايدة عديد الأعمال اللي قدمتها وقفت على عديد المسار عملت برشة 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 حفلات طلعت في عديد القنوات الصحفيين الكل اللي حكووا عليك ما شاء الله يعني خليت العالم اللي كلها تلتف يعني حول روايدة عطية كقيمة صوتية ثابتة كقيمة صوتية عملت بصمة شكرا لك مهندسة صوت عملتي بصمة خاصة جدا يا روايدة عطية يعني أعرفت كيف تلفت الانتباه وعرفت كيف تشد المتقبل ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل يا روايدة أنك تشد الجمهور يعني المدة أكثر من ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين أنك تشده على المسرح بيطلح لوا بيأناقة بيذكاء منك أنت بممكن حتى بعفويتك أيضا أحيانا بوقت لتتسلطن حسك في عالم آخر مكش على المسرح هذه ملاحظة بين ذفرين نسقها لك نحسك تخمرت ماشية للسلطنة صحيح مزبوط يعني أنا في بآخر بارت من الحفلة لما بغني الطرب أنا بحب الطرب جدا فبشعر بالفعل أني أنا انتقلت لغير محل سلطن يعني بصير عندي خاصة لما بغني للكبار عندي عشق للموسيقى اللي تقدمت بالعصر الذهبي نعم عشق لهالفنانين الكبار اللي عطونا هذا الأرشيف الكتير كبير اللي من واجبنا نحن كشباب جديدة نظلم محافظين عليه لذلك أنا أنا بقول للناس أنا غنيت لكم البتكونية أنتوا دبكتوا أنتوا رأستوا فهلأ صار عندي وقت إني أنا كمان انبسط بهذه الحفلة جميل وأنا كمان غني شيلي يخليني حس بالسعادة رائع جدا يسأل هذي السؤال رويد عطي أنت شامية ولا حمصية ولا حلوية أما حمصية نتصور في رأيي الخاص حمصية 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 وأبتشر وبرشة حماسنا في أمريكا ما شاء الله عندكم برشة برشة موجودين في كاليفورنيا في لوس أنجلس في سان ديغو موجودين في ديترويد برشة برشة حماسنا ما شاء الله متوازعين أنت بين أهلك حاليا لألك شغلة أنا اليوم بعد مرور خمس سنوات على الأزمة السورية لما بيسألوني أنت من وين بقولون أنا سورية فما بحدد المكان بقولون أنا من سوريا أنا بمثل كل بيت سوري لأنه كل بيت سوري اللي فضل على صوت رويدة لأنني وصلت لهالمرحلة اليوم الله يحميهم يا رب يا رب إن شاء الله رب يحميهم إن شاء الله سوريا ترجع أحسن من قابل ونحيي الناس لكل زدل يسمعوا فينا حاليا من سوريا لأنه عندنا جمهور كبير من سوريا يسمعوا فينا ويتابعوا فينا الكل يعطي مستحل الناس هذوما وإن شاء الله يبقوا ديمة أو فيها على موجاتنا بإذن الله رويدة عطية يعني كأنه طال المشوار شوي الفكرة كأنها مؤجلة كأنك بقيت تفكر شوي تخمم وقتاش الديو هالديو هذي مازال شوي ولا لغيته من راسك لا الديو أنا هلأ مؤخرا جمعني عمال عراقي مع الأستاذ الكبير أستاذ حتم العراقي أنا قريبا أنا إن شاء الله بس أنزل من هون على بيروت حيكون عندي يومين بس استراحة وفيتين لتصوير الكليب للعمل الديو والحمد الله لقلك شغلة كتير ناس بتقول أنت رويدة بدك تعملي ديو مع فنان كبير ما بيهمك الأمر تغني مع حدا صغير أول شي أنا من حق يكون طماعة إذا هذا الشي بيعطيني بيعطيني أرشيف وتاريخ يعني سبق وقدمت مع أستاذ وديع الصافي وكنت طماعة واليوم لما بطمع بهذا بهذا الهرم الكبير فهو من حق لأني أنا عم برسم تاريخ معين بدي بيوم من الأيام الناس تحكي عن تاريخ يكون تاريخ فيه عمالقة موجودة بهذا الأرشيف الفني وحبوها لغنية تاريخ مع أستاذ عاصي الفارس الغنية العربية وكان أكثر من رائع اليوم الديو الثالث كان مع أستاذ عتم العراقي لأنه فنان كبير أخلاق تواضع يعني ما بتتخيل بالستوديو كيف كان معايا يعلمني قولي هيك رويدة وقولي هيك يعني أنا بتشكره من كل قلبي ويا رب هذا العمل لأنه كتير حب أنه الناس يوصل للحب اللي احنا قدمناه من خلال أصواتنا وإن شاء الله كمان الفيديو كيف يساعد واحنا الأوديو وقتش يوصلنا أكيد يلا قريبا إن شاء الله إن شاء الله ينزلوا مع بعض فهو أنتو هلأ صار عندما تبعي إضافة للديو يعني أنتو حاتم لنحاتم صديقنا جدا 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 حاتم كان معنا أكثر من مرة على الهو مباشرة يريت أن نجمعكم لذنين ولا حتى ناخذوا شوية حتى من الكواليس تصوير الفيديو كليب إذا كنا موجودين طبعا في بيروت إذا تم التصوير في بيروت هذه حاجة فما بعض نقات لأنه الوقت يمر معك بسرعة يا رويدة نحاول أني نكسب كل لحظة معك حتى أني نعطي أكثر للفانس ونعطي الجمهور ونعطي أيضا للصحفيين اللي هما في انتظار أيضا المجلات وأيضا الجرائد غدا حتى ينزلوا الأخبار الكل اللي حاليا نحن نتحثوا فيها ونحكوا لنعرف عديد الزملاء يسمعوا فينا هذه أسبوعيا المعلومة اللي عندي رويدة عطية الإطلالة التلفزيونية قريبا ولا ما زالت شوية ولبعض الفيديو تلفزيوني إن شاء الله حيكون في عندي إطلالات قريبة يعني سمير صراحة هو اللي مسؤول عن هذا الموضوع المواعي لأنه يعني يختار الأماكن المحددة والوقت المناسب لأطلالتي بس أكيد هيكون عندي أكتر من طلة إعلامية ولألك صراحة يعني أنا اليوم طلعت معك ما جيت لأنه صلي زمان ما عطيت ناس أخبار يعني أنت اليوم تأخذ أخبار جديدة مني ما أحب أطلع عن العالم ما يكون عندي شي جديد يعني فهلأ أكيد بعد جولة أمريكا إضافة للتكريم الكبير اللي سال الشحرور الكبيرة صباح الله يرحمها فأكيد سيكون في عندي أخبار أكيد الكليب إضافة للديو فقريبا إن شاء الله سيكون عندي عدة أطلالات إن شاء الله أعطينا سكوب الليلة حسريين إكسكلوزيف الليلة من روايد عطية خلي الأقلام تسيل الصبح أنا طلعت من الحبس فما واحد يسألني يذكر يعني كم حكما عليها والله الفكرة حلوة أنا عجبتني الفكرة أنت خرجت عن المألوف خرجت عن الجو السوريزلي معناها الأمور الجدية هنا حفلة كملة الحفلة باي باي جمهور المطربة رجعت كذا على الأوتيل ولوين مشيت مثال رجعت خذت الطيارة جمهور راح لأ أنت عملت كأنك سيسبانس هذا التشويق حاجة حاجة خارقة يعني حاجة لأن تعودهم ديما ديما نفس السيل نفس السيستام ونفس الكذا الجمهور ديما باي باي الجمهور وتطلع وتخرج من المسرح الفكرة هذه معناها توا فكر في فكرة أخرى تكون على المسرح مرة الجاية يعني كأن الجمهور كأنه باش ينتظر منك حاجة أخرى يعني أنا سمير الله يستني من أفكاره صراحة لا يحتيس مرة تم القبض يعني أنا يعني في أحد المواقع يعني كاتبين القاء القبض على ليلة القبض على رواية عطية فأنا حسيت ليلة القبض على فاطمة يعني نفس فوالله العظيم يعني أنا قاعدة مثلا كون أنا بالليل أنا بدي أدخل نعم فتعرف أنت فرق التوقيت بيننا وباكن طفعا فأنا أدخل لقي العالم العربي القبض على رواية عطية فلما أمشي بالقطال أقول بس الحمد للناس مش عارفتني لو يفكروني هربارة بالسجل وأبو الأفكار هذي يعطي صحة على الفكرة الحلوة اللي يعني حاولت معناه شوف رهو أي حاجة يحكي عليها الناس رهي ناجح أنا في نظري أنا الخاص وأنا ندخل حتى رأيي المرة هذية كل ما أحكي ألك شاء الله هو أكتر حدا خاف عليه من الموضوع هو ماما يعني أنا ماما ألا أنا والله أنا ما فتع الحبس لا أنت دخل يا حبيبتي يا روحي أنا طب كيف عم بحكي معك لا أنت صار يا حبيبتي يا عمري والله الأمور تمام يعني ماما حرام يعني نشغل فكرة وحتى يعني قلت لأ يا أخي هاتي مصحف أحلب لك على المصحف أني أنا سليمة والحمد لله ما في شيء ربي يخليها لك وربي يفضلها ويطول في عمرها إن شاء الله ويرضيها عليك يا رب والد وكل العالم يا رب يعيشك اللي يخليك يا رويدة رويدة شنو ورايك في أربع دقائق ونخذوا شوية أسألة عميقة شوية الأسألة هذه مطلوب منك إجابة سريعة وإجابة لا يمين ولا شمال مباشرة دغري أحوال القلب يا رويدة تمام التمام ينبض جيدا هذا القلب جيد جدا قلب شباب أوكي رويدة هاتيها رويدة هاتيها هل الأعلام تتصور أنت في نظرك الخاص أنه أنصفك أم لا أكيد طبعا رويدة هاتيها نظمتنا الغالية الليلة هل تعتبر أنه ممكن بعض المتعهدي الحفلات أو المديري المهرجانات على مستوى الوطن العربي أنه كدعوة بالنسبة للروايدة هاتيها أنها تأخرت نوعا ما بالنسبة لك أنت لبعض الدول العربية تأخرت بسبب أنه أنا كنت غايبة شوية عن الساحة الفنية ولكن أنا من وقت ما مضيت مع المولى بروداكشن والناس الحمد لله رب العالمين صار أغلب الناس بدانكم موجودة بالمهرجانات لأنه اليوم ما فيك أنت تفرض حالك على مهرجان أو على تلفزيون وأنت ما عندك شيء جديد للناس نعم واضح من يقول رويدة عطية مغرورة ماذا ترد؟ أنا مغرورة لا لألك أنا مغرورة لما يكون الشخص الأدامي ما في عنده احترام وما بيحترم الناس اللي بيكون قاعد معاها وإذا كان شخص موهوب ما بيحترم موهبته وبيصير يتعالى عن الناس فأنا بكون مغرورة على الشخص اللي هو قليل الثقافة والإتكات بس غروري بيكون أني أنا بوقف حديث معه هذا هو السقف اللي أنا بعمله ما بخرج خارج إطار الاحترام واللياقة برد عليه إذا هو حكى معي بس أنا أبدا ما بيكون في شو بيقوله ما بيكون بقى فيه تواصل لاحقا تنتهى بمرحلته هذا هو رويدة عطية اللون المفضل اللون المفضل يعني أنا بحب الألوان الفاتحة بشكل عام أي لكن الأقرب اللي كنتي اللي يرتاح ليه عينيك أنا بحب الأخضر الأخضر وإن شاء الله الدنيا خضرة سهلا رويدة عطية بعيدا عن الفن وين تقضي وقتها أنا كتير بحب القراءة لما بكون عندي وقت خارج الشغل بكون عندي الكتب هنا من أهم أكتر عوامل للتسليل إليه هنا القراءة بحب كتير تثقف نفسي ويكون عندي لحظة حديث يكون أقوى وتصير لما يكون عندي أي أنت ريفيو ويكون عندي سرعة البديهة إضافة لحسن الحديث بيتوتية يعني نفهم من كلامك والله إيه أنا بحب البيت جدا يعني لأنه إحنا أغلب أيامنا سفر ففضل أني يكون موجودة مع عائلتي أو مع الأصدقاء المقربين اللي إليه بالبيت إذا طبعا والدتك الليلة تسمع فينا وأكيد باش تسمع اللقاء غدا ولا بعد غدا أكيد لأنه باش ينزل على نهديو حاجة للأمهات وتبقى نديم الحاجة هذه بصوت الويدعطية الأمهات والأم ورب يفضلها يا رب يا رب الله يحفظ لي يا أخو يحفظ كل أمهات العالم العربي شاء الله يا رب لو عشت طول عمري أوفق جميلي الغالي علي أجب منين عمري كففي ولائي فين أغل أهدي لو عشت طول عمري أوفق جميلي الغالي علي أجب منين عمري كففي ولائي فين أغل أهدي نرعي نومه جدي وحياتي ودنيتي لو ترضي تقبالهم دولهم مهديتي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحباي يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة الله يخلي لكم كل أمهات العالم يا رب الله 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 يسلم هالصوت ويحميه ويخليك أنت زادة لنا أحنا زادة ربي يخليك شكرا يا حيشك يا رويدة فعلا نورت والله عندي برشة أسهلة بصريحة العبارة لكن فانتظر أنك تعودين إلى بيروت ولا إلى سوريا حتى أن نستكمل مع بعضنا لقاء آخر ولقاء شاء الله يكون فيس تو فيس ويكون مطول بإذن الله هذا يا وعد إن شاء الله إن شاء الله بتشرف والله إن شاء الله يا حيشك أنت حاليا تقريبا عندك الخامسة مساء هكا تقريبا الخامسة أو السادسة الساعة أربعة عندي آه أربعة 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 مساء بأمريكا رويدة أنت الليلة عندك حفلة بأريزونا أي بأريزونا الليلة عندك حفل صح ولا لا صح عندي حفل إن شاء الله اليوم وغدا إن شاء الله سيكون عندي حفل إن شاء الله إن شاء الله قبل الحفلك حتى بعشر دقاق عملنا فيديو صغير الإذاعة التطوين وفي طلتك يعني أنتو إذاعة تطوين ومستمعين هالإذاعة الكريمة بتستحقوا مني أكثر من فيديو بارك الله وفي عايشك رويدة طالتك ديما أحلوة ديما أنت متميزة ديما أنت متألقى نتمنى أني نحكي معك أكثر نتمنى الليلة نسمعها الصوت هذية كثرنا شوية من الكلام لا لي شيء لأنني نحب ديما ناخذ أكثر أخبار نعرف الناس يقول متشوق يريد تسألها كذا يريد تسألها كذا يريد تسألها كذا حاولت قدر المستطاع أن ينجمع الأسلة هذه حتى ننقلها لك أنت الليلة على الهوام مباشرة وأتكملها جزء ثاني قريبا في إذن لها للفانس والجمهور وأيضا لأصديقاءها للناس اللي تعاملت معاهم ليلة عندهم يعني محبة كبيرة 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 لحظتها حتى من خلال حديثي معاهم الناس هذوما يكونون لها احترام يكونون لها محبة كبيرة هذي من جاش من لا شيء رويدة جاء من احترامك أنت نفسك احترامك لجمهورك ووقفتك على المسرح اللي عندها احنا بتونسي عندها وهرة الوقفة هذية والشموخ كبير لاحظوا أيضا من خلال حتى ملامح الوجه هو الوقفة اللي حلوة هذية دومتي رائعة دومتي متألقة يعايشك دومتي إن شاء الله ديما ناجحة بإذن الله يا رب شكرا لك مجيد شكرا المحبة واضحة من خلال كلامك بتشكرك وبتشكر كل الناس كل الناس وينما كانوا أي شخص قلبه بينبض بمحبتي أنا قلبي بينبض كل المحبة لأله دم رويدة عطيها ايه والله حلوة فأنا سيدة من خلالك أنت اللي في ختم ليقانا نحب نشكر برشا 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 سامير يا سامير يا غالي شكرا لك شكرا على تعاونك ديما الليد في الليد مع رويدة طبعا حتى ديما تحصلوا هذه النتائج الحلوة هذه النتائج الكبيرة مدير أعمال رائع جدا وإدارة أعمال متفوقة جدا اللهم لا حسد يا رويدة تسلم يا رب شكرا لألك بدي أتشكر سامير لأنه سامير فعلا يعني يشريك للنجاح والحمد الله أنه أنا وليا متفقيني كتير والحمد الله عم نقدم أحلى معنا للعالم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بتوفيق إن شاء الله عودة قريبا طبعا للوطن العربي بعد زولة أمريكا لنازحها مياه بالمياه نزمتنا لمطربتنا الليلة المدللة بين ظفرين المدللة رويدة عطية نزمة ونص شكرا لك رويدة شكرا على قبول الدعوة الليلة معنا شكرا لك مجيد بالعكس كل الشرف وبتشكرك بتشكر كمان مهندس الصوت وكل العاملين بإزاعة تطوين كل التوفيق والنجاح والازدهار الدائم لكم يا رب شكرا نزمتنا